إلى قصة أخرى عن الخوف من الذكاء الاصطناعي طبعاً صار الذكاء الاصطناعي حديث الجميع لما يوفره من إمكانيات رهيبة في الرد على الأسئلة الصعبة وأداء المهام المعقدة لكن يبدو أن الأمر وصل حد إثارته خشية أكبر دائمه كمن صنع وحشاً وصار يخاف أن يلتهمه إيلون ماسك، مالك التويتر وشركات عملاقة عدة سبايس إكس واشياء أخرى يعرف أيضاً أنه أحد مؤسس شركة أوبن إي آي الرائدة في الذكاء الاصطناعي التي تقف خلف مناسة شات جي بي تي الشهيرة وتستخدم شركته تيسلا الذكاء الاصطناعي أيضاً في أنظمة القيادة الذاتية لكن رغم ذلك فإنه وقع مع مئات الخبراء العالميين عرضة دعوا فيها إلى وقف مدته ستة أشهر خلال هذه المدة لا يتم فيها تطوير برامج للذكاء الاصطناعي أقوى من شات جي بي تي الذي أطلقته كما ذكرنا شركة أوبن إي آي في منتصف أذار مارس الماضي مشيرين إلى ما تحمله هذه البرامج من مخاطر كبيرة على البشرية طالب البخاء الخبراء في العريضة المنشورة بواسطة معهد Future of Life بوقف عمليات تطوير برامج الذكاء الاصطناعي إلى حين اعتماد أنظمة حماية منها كإنشاء هيئات تنظيمية جديدة وابتكار تقنيات تساعد في تمييز الأعمال الفعلية من تلك المبتكرة من برامج الذكاء الاصطناعي وإنشاء مؤسسات قادرة على التعامل مع المشكلات الاقتصادية والسياسية التي تسببها هذه البرامج طبعا المخاوف من الذكاء الاصطناعي كثيرة لا ينكرها حتى هذا الرجل هذا الرجل وعراب أحد أهم ابتكاراته سام ألتمان رئيس شركة أوبين آي أوبين إي آي ورغم توقيعه على هذه العريضة فإنه لم يخفي خشيته من احتمال أن يستخدم شات جي بي تي الذي صممته شركته لنشر معلومات مضللة على نطاق واسع أو في هجمات إلكترونية لكن عالم الكمبيوتر البارز الكندي بالمناسبة وأصله أيضا من المغرب يوشوا بنجيو وهو أحد الموقعين على العريضة يبرر هذه المخاوف بعدم استعداد المجتمع لمواجهة تقنيات الذكاء الاصطناعي ذات القدرات الكبيرة والتي قد تؤثر على شعوب وتعرض الدولا ديمقراطية للخطر دعيا إلى مناقشة هذه القضايا على المستوى العالمي على غرار ما حدث في موضوع الطاقة والأسلحة النووية هنا طبعا الموضوع مخيف بحسب رأيه بالنسبة لبعض الموقعين على الوثيقة من المهم دعم الجهود المبذولة لتحسين الحوكمة والشفافية في الذكاء الاصطناعي وهو ما يؤكده الرئيس التنفيذي لشركة Stability AI عماد مستاك رغم إعلانه عدم اتفاقه مع كل ما ورد في العريضة خصوصا فيما يتعلق بإيقاف تطوير التكاء الاصطناعي بالقوة ترجمة نانسي قنقر